في الختام عاوز أقول أحبائي وانتبه على هذه الكلمات انتبه في الختام عاوز أوجه لك هذه الكلمات واسحى معي انتبه معي خليني أقول عن نوعيتين من الناس النوعية الأولى اللي ما بتحب الرب والنوعية التانية اللي بتحب الرب خليني أبتدي يعني في النوعية الأولى خليني أقول بالأول إن رفض المحبة هي رفض يسوع المسيح بكررها مرة تانية إذا أنت بترفض المحبة أنت بترفض يسوع المسيح كما أنك بترفض الحق أنت بترفض يسوع المسيح كما أنك ترفض الطريق أنت ترفض يسوع المسيح كما أنك ترفض النور أنت ترفض يسوع المسيح الذي هو نور العالم فأن رفض المحبة هي رفض يعني بكل إعلان صارخ أنك عم ترفض يسوع المسيح اسمع ما يقول الكتاب هاي نوعية الأولى إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح ما تقول لي احنا منحبه لعيسى ومنحبه ليسوع ومنحب والناس المسيحية كمان اسمعنا منحب يسوع لا 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 ما في هاي النوع من المحبة المحبة لازم تكون مخبرها في قيانك في أعماقك إذا أنت بتحب يسوع بدك تآمن بيسوع وتآمن مش كلام ناقص كلام كامل يعني بتآمن إنه يسوع مات على الصليب من أجل خطيانا وأنه قام من الأموات لأجل تبريرنا وأنه ليس بأحد غيره الخلاص لأنه هو الطريق والحق والحياة وإنه إذا أنت بتقبل يسوع أنت بتقبل محبة يسوع بترفض محبة يسوع بترفض طريق الخلاص إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أنا ثيمة واو كلمة قديمة كلمة سريانية أرمية شو يعني أنا ثيمة؟ يعني محروم كأنه لعني شو يعني محروم؟ هي الكلمة بتاعني مصيره الهلاك الأبدي ولو يعني أنا إذا ما حبيت الرب مصيري الهلاك الأبدي نعم أحبائي مرات كلمات صغيرة ممت بهلا تعرفوا شو الرب قال لكنيسة أفسوس عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين هاي الحبائي جريمة مصيره الهلاك الأبدي بس من ناحية أخرى أولاد الرب المكتوب عنهم بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا عم بيستنوا أمين مران آثى تعال أيها الرب يسوع أمين تعال بختم بهذه الآية فالرب اللي هو الروح القدس يهدي قلوبكم إلى محبة الله وصبر المسيح وأنا عاوز أقول بالختام في هذا العيد عيد الحب اتذكر أعظم محبة للإنسان محبة الله وأنت وأنا بعدنا خطاه مات المسيح حتى ينقذنا من الدينونة ويقربنا إلى الله لننال الحياء الأبدية هذا هو الحب الغافر هذا هو حب يسوع المسيح عن أي محبة تبحث تعال إلى محبة المسيح الذي يشبع قلبك وحياتك وأصلي من كل قلب اليوم وفي هذا العيد تختبر محبة الله من خلال يسوع المسيح والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر